اشتركوا في القناة والعلم الإنسانية التابعة لجامعة ابن زهر بأقديث والبداية نستهلها بأبرز العنوين جمعية الباحثات بجنوب المغرب نظمت بفضاء الإنسانيات بكلية الأذاب والعلم الإنسانية بأقديث ندوة علمية حول التصوف النسائي مقاربات وقضايا بحضور السيد عميد كلية الأذاب والعلم الإنسانية الدكتور محمد ناجي ومن تأثير نخبة من الأستاذات والأساتذة على امتداد ثلاثة أيام طريق البحث في الطورات المغربي المخطوط عقد بفضاء الإنسانيات بكلية الأذاب والعلم الإنسانية بأقديث دورة تكوينية سلط من خلالها الضوء على الكوديكولوجيا وفهرصت المخطوطات وذلك من الثالث والعشرين إلى الخامس والعشرين من نومبر سنة 2023 ونتابع في النشرة أيضا في حفل تأبين حضره العديد من أفراد عائلته شعبة علم الاجتماع بكلية الأذاب والعلم الإنسانية بأقديث تنعي في فقدان الأستاذ محجوب كماز وتسترجع أبرز محطات الرجل في حياته المهنية أهلا بكم مجددا نظمت جمعية الباحثات بجنوب المغرب صباح يوم الجمعة الرابع والعشرين من نومبر سنة 2023 بفضاء الإنسانيات بكلية الأذاب والعلم الإنسانية بأقديث لقاءا علميا في موضوع التصوف النسائي مقاربات وقضايا وكان هذا اللقاء العلمي الذي حضره السيد عميد كلية الأذاب والعلم الإنسانية الدكتور محمد ناجي فرصة لمناقشة مدى تأثير المرأة في هذا المجال الذي كان في فترات حكرا على الرجل المزيد من التفاصيل في سياق تقرير التالي فضاء الإنسانيات بكلية الأذاب والعلم الإنسانية بأقديث نظمت جمعية الباحثات بجنوب المغرب يوم الجمعة الرابع والعشرين من نومبر 2023 ندوة علمية تحت عنوان التصوف النسائي مقاربات وقضايا وقد افتتح هذا اللقاء العلمي بكلمة من السيد محمد ناجي عميد كلية الآداب والعلم الإنسانية بأقديث ثم تلتها كلمة لرئيسة الجمعية يأتي هذا النشاط من أجل الحديث عن الموضوع رأينا أنه لا يشغل كثيرا المجال والفضاء الجامعي وأرضنا من خلال طرحه أن نشرك مجموعة من الأساتداء المشاركين الذين لديهم تخصصات وخبرات كبيرة في هذا المجال وحاولنا أن يكون هناك واحد نوع من التنوع في إشراك الأساتداء فكانت الموضوعات متعددة تشمل التصوف في الديانات في المجتمعات عبر العصور والهدف منه هو أن نرى مكانة المرأة في هذا التصوف كيف تعاملت معها كتب المناقب كيف تمثلتها بعض الدراسات المعاصرة هل هناك اختلاف ما بين تجربات المرأة الصوفية وتجربات الرجل هل نحن إذا رحلة روحية متساوية ما الذي جعل المرأة تقبل على هذا المجال ارتأينا أن نعالج هذا الموضوع من زاوية أدبية ومن زاوية تاريخية ومن زاوية سوسيولوجية وأنتروبولوجية فكما رأيتم في المدخلات كانت متنوعة والمقاربات كانت أيضا متنوعة وغنية جدا إذن بالنسبة للتصوف النساء في المغرب أو بالأحرى في العالم الإسلامي هو من المواضع التي لم تحضى بحيز وافر من الاهتمام ومن الكتابة ومن الانشغال العلمي فهي مقاربات أو أعمال قليلة جدا فنحن من خلال هذه الندوة حاولنا أن نتير قضية الكتابة من خلال تأريخ لفئات المجتمع وهي فئة المتصوفات أن نطرح سؤال يتعلق بالكتابة أو التأريخ للنساء عامة وتناولت هذه الجلسة العلمية التي أطرها نخبة من الأستاذات والأساتذة مفهوم الأنوثة في فكر الشيخ الأكبر محيدين بن عربي بالإضافة إلى أهم الحقاب التاريخية للتصوف بالمغرب وموضوع المرأة المتصوفة في النص والمثن المناقبي لمغرب العصر الوسيط وأبرز الإشكالات التي تواجه النساء في هذا المجال الديني كما ثم تقديم قراءة في كتاب رابع العدوية لأسماء المرابط بين التحرر الروحي والتمرر من خلال بعض الدراسات المعاصرة في موضوع آخر نظم فريق البحث في الثورات المغربي المخطوط أيام الثالث والعشرين والرابع والعشرين والخامس والعشرين من ونبل لسنة 2023 بفضاء الإنسانيات بكلية الآذاب والعلوم الإنسانية بأجادير دورة تكوينية تحت عنوان الكودكولوجيا وفهرسة المخطوطات وذلك بحضور السيد محمد ناجي عميد كلية الآذاب والعلوم الإنسانية بأجادير وقد سلطت هذه الندوة الضوء على فهرسة المخطوطات وأهمية التراجم في الفهرسة نهيك عن إشكالية تقديم البطاقة التعريفية لأي مخطوط عقد فريق البحث في الطراث المغربي المخطوط بفضاء الإنسانيات بكلية الآذاب والعلوم الإنسانية بأجادير دورة تكوينية في موضوع الكودكولوجيا وفهرسة المخطوطات أيام الثالث والعشرين والرابع والعشرين والخامس والعشرين من نومبر 2023 واستهل هذا اللقاء العلمي بكلمة افتتاحية من السيد عميد كلية الآذاب والعلوم الإنسانية بأجادير الدكتور محمد ناجي إلى جانب كلمة لرئيس البحث في الثراث المغربي المخطوط مصطفى الطوبي كما تشرف العلامة أحمد شوق بنين مدير الخزانة الملاكية بالرباط بإلقاء المحاضرة الافتتاحية حول علم المخطوطات والفهرسة ترفته بهذه اللقاء العلمي وبأطاء هذه المحاضرة يعني الكودكولوجيا والفهرسة وطبعاً كانت المحاضرة نسبياً لبأس بها في خط الكودكولوجيا واستفاد الطلبة وكان هناك لقاش مهم بيني وبين الطلبة وأنا شخصتفت من مراحلتهم وعلمتوا أن الطلبة استفادوا من هذه المحاضرة وإن كانت بعض المستلحات تحتاج إلى تدقيق وتوضيح وما قلت بعد محالة تحتاج إلى ألفاظ فطبعاً يبدوني خلال العرض وفي النهاية أن الطلبة استفادوا وطبعاً أرجو أن تكون مثل هذه اللقاءات متوانية في هذه الكلية إن شاء الله خلال هذه الأيام العلمية الثلاث تناوب ثلة من الأساتذة من كلية الآذاب والعلم الإنسانية بأجدير ومن مؤسسات أخرى كالسمارة والمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بأجدير على تقديم مجموعة من المحاضرات في مواضيع متنوعة كفهرسة المخطوطات والكوديكولوجية التي ألقاها الدكتور مصطفى الطوبي والتي أشار من خلالها إلى مدى صعوبة تقديم البطاقة التعريفية لأي مخطوط علاوة على مداخلة من محمد أي جمال تطرق فيها إلى أهمية التراجم في فهرسة المخطوطات هذه الدورة أرتعيناها دورة تدريبية في هذا المجال على أساس أن الثقافة المفهرس يجب أن تكون مسوعية وأن المرجعي العلمي للمفهرس لا تقف عند الفهرسة على أساس أنها مجال تقني بسيط بل تتعدد ذلك إلى مجالات علمية كثيرة جدا تستوعب كل المجالات المكتبية هذا ناهيك عن المجالات العلمية المتخصيصة في مجال فهرسة التي تنشد من المفرس أن يكون مسوعيا بشكل من الأشكال لأن التخصص غير وارد في المخطوطات التراث المخطوط العنوان هو الأساس والمسوعية فلذلك أرضنا أن نقدم هذه الدورة في هذا المجال ونركز بالأساس على مجال علم المخطوط وما أضافه إلى الفهرسة لكي نفتح الباب على ما يسمى بالفهرسة الإلكترونية التي يمكن أن تسع ما لم تسعه الفهرسة التحريرية التي لا بد أن تكون موجزة ولا بد أن تكون مقيلة بناء على الوعاء المادي الذي هو الوعاء التواصلي بين الباحثين في هذا المجال وقد ساهم أيضا بث بعض هذه المحاضرات عن بعض من توسيع مجال المشاركة التمكن العديد من الطلب الباحثين من مختلف الدول من طرح تساؤلاتهم ومناقشتها في هذه الجلسات العلمية في سياق آخر نظمت شعبة علم الاجتماع بكلية الأذاب والعلوم الإنسانية بأقدير عشية يوم الجمعة الفاتح من دجمبر لسنة 2023 حفلة أبين للأستاذ محجوب كماز الذي وافته المنية يوم الأربعاء الخامس والعشرين من أكتوبر من السنة الجارية إثر أزمة صحية مفاجئة وتميز هذا الحفل بحضور وازن لمختلف الشخصيات البارزة بالمؤسسة وعلى رأسها الدكتور محمد ناجي عميد كلية الآذاب والعلوم الإنسانية بأقدير الذي عبر في كلمة له بهذه المناسبة عن حزنه الشديد في هذا المصاب الجلال كما حضر أيضا نائب العميد بالإضافة إلى السيد أحمد بلقاضي العميد السابق لنفس المؤسسة وأساتذة وطلبة من مختلف الشعب أبرزها شعبة علم الاجتماع التي كان الفقيل أستذى بها منذ سنة 2019 إلى جانبي كذلك حضور عدد من أفراد عائلته الذين شكروا إذارة الكلية على هذه الالتفاة الإنسانية أشكركم على حضوركم في هذا الحفل عقدت شعبة اللعبة العربية وآذبها بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بأقدير يوم الأربعاء الثاني والعشرين من نومبر لسنة 2023 لقاء الوفاء للدكتور محمد خطابي وجاء هذا اللقاء الذي نظمته الشعبة للدكتور خطابي بفضاء الإنسانيات اعترافاً وتقديراً لجهوده المبدولة في الميدان العلمي والتربوي كما نظمت الشعبة على هامش هذا اللقاء ندوة علمية حضرها أساتذة وطلب باحثين اختتمت بكلمات وشهادات متنوعة في حق الدكتور محمد خطابي من جهتي نظم فريق البحث المغرب وبلدان الساحل والسحراء تاريخ وتراث بفضاء الإنسانيات بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بأقدير الحلقة الرابعة من سلسلة قراءة في إصدارات لتقديم العدد الأول من مجلات مصارات تاريخية وتراثية وقد شارك في هذا اللقاء الذي نظم يوم السبت 25 من نومبر سنة 2023 كل من الأستاذ شفيق أرفاك ومحمد لطيف والبشير أبرزاء وبتنسيق مع الأستاذ لطيف شراس والأستاذ سويلان بغادا ويدكر أن هذا اللقاء يدخل في إطار الأنشطة الفكرية والثقافية التي ينظمها فريق البحث المغرب وبلدان الساحل والسحراء تاريخ وتراث للتعريف بالإصدارات التي يؤلفها الأساتذة المنتمون لهذا الفريق كان هذا مشاهدين الكرام آخر موض نشرتنا نشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة في أماننا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر